السلام عليكم طلبة العزاء اليوم سوف نقوم بشرح المحاضرة الخامسة في موضوع البرمجة بلغة البيجوال بيسك وهذا الموضوع يتلخص فيما يعرف بصناديق الادخال الامبوت بوكس وكذلك صناديق الرسائل المسج بوكس بالنسبة لصناديق الادخال اللي هي الامبوت بوكس هي واحدة من اهم الاشياء المستخدمة في برنامج البيجوال بيسك تستخدم صناديق الادخال لادخال قيمة من قبل المستخدم وذلك عن طريق عرض صندوق حوار يتفاعل معه المستخدم يحتوي هذا الصندوق الحوار على سؤال ومربع نص لادخال الاجابة وكذلك يحتوي على زراء امر اللي هو الـ OK والـ Cancel للموافقة على ادخال او الغاء الامر هناك طبعا صيغتين عامتين بالنسبة لبرنامج البيجوال يعني بيسك اللي هو بالنسبة للامبوت بوكس الصيغة الاولى اللي هي ادخال المتغيرات الرقمية الصيغة مالتها هاي شاح تكون متغير اللي هو مثلا اي يساوي امبوت بوكس اي تساوي امبوت بوكس نفتح قوس كبير توكوتيشن الرسالة اللي راح نخليها سد توكوتيشن ايضا انوان النافذة سد توكوتيشن ومن ثم القيمة الافتراضية اوكي وانسد مرضع الحوار هاي ما يعرف بالمتغيرات الرقمية الصيغة الثانية اللي هي تخص المتغيرات الحرفية هي نفس الحالة هو عبارة عن المتغير لكن نضع الى جانبه علامة اس دولار يساوينا امبوت ايضا بوكس نفتح قوس كبير ايضا توكوتيشن الرسالة فارزة ومن ثم ايضا توكوتيشن اللي هو عنوان النافذة ومن ثم الفارزة ومن ثم ايضا القيمة بالنسبة المفردات اللي بنشوفها امامنا واللي تخص صندوق الادخال الامبوت بوكس بالنسبة للمتغير هو اسم المتغير التغزين القيمة المستلمة من المستخدم ومثل ما قلنا من الممكن تكون اس من تكون دي ان اي اسم بالنسبة للرسالة تعني الجملة التي يتم عرضها على المستخدم اما عنوان النافذة هو شريط العنوان في النافذة والتي سوف تعرض على المستخدم القيمة الافتراضية هي القيمة التي يتم وضعها للمستخدم مثلا هناخد في المثال مبسط هنحاول من خلال هذا المثال انه انظهر في المربع حوار يسأل المستخدم ان يقوم بعملية ادخال اسمه في داخل المربع هذا هو برنامج الفيديوال بايسيك راح نحتاج بهذا الموضوع فقط عبارة عن كوماند لان احنا بداخل هذا الكوماند راح نشتغل الكود اللي يفيدنا بشغلات الرسالة فمثلا دابل كليك نفتح اسمامنا خلي نقول المتغير هو عبارة عن اي اوكي نخلي يما الاس دولار لان احنا حرفي الشغلة حرفية هندخل اسماء اوكي فالاسم معين يساوي الامبوت بوكس اوكي الامبوت بوكس شرح نفتح طبعا اس دولار اوكي راح نفتح قوس كبير ورا ما فتحنا القوس الكبير نبدي توكوتايشن شرح نقول له ادخل اوكي ادخل اسمك من فضلك اوكي نستهي توكوتايشن كنا وراها فارزة نفتح توكوتايشن جديدة اهنان اش راح نخلي حنخلي الاسم توكوتايشن فارزة آسف الاسم اوكي فارزة ومن ثم شرح نخلي ايضا توكوتايشن شرح نصر هالمرة الاسم هنا خلصنا هسا بالنسبة لهذا الكود راح نحاول النفذ ونشوف شنو الرسالة راح تخرجنه نضغط على كلمة الكوماند وظهرت النا هنا بدخل اسمك من فضلك ان كان اريد ادخل الاسم فاقول له ورا ما ادخل الاسم حنقول له اوكي او اكنسل الرسالة فنفرض انه احنا نريد ندخل الاسم فراح نجي نكتب مثلا ماهر ومن ثم نضغط على اوكي او انه انا ما ادخل الاسم فبالتالي شرح اقول له هنقول له هاي بالنسبة للاختيار وصندوق الاختيار الاول طبعا من الممكن انه احنا هاي الرسالة نختصرها مباشرة فقط اقول له اوكي فقط ادخل الاسم يعني اذا ادخل اسمك من فضلك ونحاول ان نفذ ونشوف اش رح يصد الاختلاف هذا هو اصال الاختلاف انه ادخل اسمك اهنا نشوفو بالنسبة هنا لبروجكت العنوان الصندوق ما ظهر ما ظهر ظهرت فقط الرسالة اذا اهنا احنا شنو اللي شننه شنن الاسم اللي هو العنوان الصندوق رح يظهر لي فوق فهننا ظهر اسم البرنامجي الطبيعي اللي هو البروجكت أما هنا فقط ظهرت الرسالة وكذلك الـ OK والـ Cancel هاي إذا اختصناها للصيغة بشكل مبسط من نسبة طلاب العزاء من نسبة صندوق أو صناديق الرسائل الصناديق بشكل عام هي أيضا كيفية تعرض رسالة على المستخدم فمثلا قد ترغب في بعض الأحيان يعني أثناء سير البرنامج أن تطلب من المستخدم أن يتخذ قرار بشيء مسألة ما فمثلا إذا قد ترغب في أنه يحفظ الملف باسم معين يعني أنت طيتها في الـ Option أوكي أنت كملت لهنا هل تحب أن تحفظ الملف الذي تشتغل به باسم معين ثم كان هذا الملف موجودا وين على القرص يعني إذا أنت مرضت تحفظ ذكرت بي رات هو يحفظ هو موجود مثلا على الـ C فهنا السئلة هل تريد الكتابة فوقها يعني بين قوسين أنه سوى الـ Replace أو أنه يغير التسمية مثلا خلينا نسميه مثلا بلف رقم 2 وإلى آخره في هذا الحالة ستعرض لنا رسالة وتترك لك حرية اختيار الإجراء المناسب أوكي كم نوع من أنواع الرسائل عندي هناك طبعا هناك شكلان لعرض الرسائل الأول إذا كانت تريد عرض رسالة على المستخدم فقط ولا تطلب من المستخدم أن يحدد رأيه في مسألة معينة يعني إذا بين قوسيني هنا أنا فقط ده أقول لي أنه أوكي تم خلص أنه فهم أنه البرنامج قد أنجز قد تم قد تم تنصيبه إلى آخره ما ريد من المستخدم أن يقوم بعمليات التفاعل معي فهاي الصيغة إيشون حصير حصير مازج المازج بوكس من أجل إذا كتبها أول شيء الرسالة المطلوبة سدد توكوتيشن ومن ثم الأزرار والرموز أيضا فارزة توكوتيشن عنوان مربع الحوار توكوتيشن أنسدها وهذا بالنسبة للصيغة العولة الأولى طبعا هستطلاب كل الصيغة لحن نذكرها كلها تنحفظ كلها راح تنحفظ أبدا كنت أنت تريد أن تعرف رأيك بشيء وأن يتفاعل معك المستخدم فلنانا الرسالة راح تفرق الرسالة راح تفرق الصيغة الثانية للرسالة مع المازج بوكس حصير المتغير يساوينا المازج بوكس أفتح كبير توكوتيشن الرسالة سد الكوتيشن الأول فارزة أيضا الأزرار والرموز فارزة توكوتيشن عنوان الحوار اللي حتريده أو الحيدور ما بينك وبين يعني البرنامج في هذه الحالة راح يحمل المتغير رد فعل المستخدم على الرسالة لازم نوضح مفردات معينة بالرسالة اللي راح تظهر لنا حتى على أساس نقدر نحجيها مثل ما قلنا بالنسبة هنا للرسالة المطلوبة هي الجملة التي تريد عرضها على المستخدم بالنسبة للعنوان اللي هو هذا عنوان مربع الحوار هو عنوان شريط مربع الحوار بالنسبة للأزار يحدد نوعية الأزار التي ترغب في عرضها يعني هل أنت تريد تعرض الأزار مثلا دعني نقول أوكي وال نو أونلي تريد مثلا دعني نقول يس نو كانسر رتري إلى آخر يشوف شنو اللي تريد تعرضها بالنسبة من هاي الأكواد والأزار طبعا احنا عدنا مجموعة للتحديد الأزار التي سوف تظهر فيها الرسالة عدنا جدول من هذا الجدول راح نحدد شنو نوع الرسالة وشنو اللي آني أريد استخدمها واللي يفيدني فمثلا فمثلا حسنا نجي نلاحظ السهاية الكود السهاية الكود مع الأزرار والكود البديل للأزرار ويستخدم أيضا لعرض الأزرار شونا تظهر الصيغة فإذا كان الكود صفر فهذا شيء مثل هو عبارة عن Visual Basic Only فراح يستخدم إيش فراح يعرض أنه أوكي أما في حالة إذا الكود ينطيني قيمة واحد هذا معناته أنه Visual Basic أوكي Cancel Visual Basic أوكي Cancel فراح يطيني من يعني يستعرض لي كرسالة هو أوكي Cancel إذا كانت قيمة الكود 2 فهو عبارة عن Visual Basic Apport Retray Ignore فبالتالي راح ينطيني الرسالة اللي هو Apport Retray Ignore إذا كانت قيمة الكود 3 فراح يصير Visual Basic Yes No Cancel فبالتالي الكود المعروض هو عبارة عن Yes أو No و Cancel الأربعة هي عبارة عن Visual Basic Yes أو No فبالتالي الرسالة ستكون Yes أو No أما إذا كانت القيمة مع الكود 5 فهو عبارة عن Visual Basic Retray Cancel فهو يطيني Retray Cancel طلاب هاي جداول كولة الحفظ هي و قيمها و شنو النتيجة اللي راح تظهرها إلي والإظهار الرموز التي تظهر هسبوعه هنا لإظهار الرموز حتى تستخدم في الجدول عندي مجموعة من الرموز هاي الرموز يعني شونا هسا احنا مثلا صنع هذه الحوار للتحذير يعني مثلا بالطرق شوف أنت مثلا هاي العلامة مثلا هسا نشوفها هاي هاي هنا إذن لتحذرك من مشكل معين لتحذرك أنه علامة تعجب أنه هذا الطريق اللي أنت تستخدم أو عدم استخدام هذا الطريق إلى آخره فنجي على الكود الأول بالنسبة للكود الأول اللي قيمته هنا سبتعش إذا كانت قيمته سبتعش فالكود البديل يعني أنا حكتب هذا هذا الشنطين سبتعش أو العكس الصحيح من أكتب سبتعش إلى أن هو الشنطين هو عبارة عن فيجول بايسك كورتيكول اللي هو لعرض رمز القف وتستخدم عند حدوث الخطأ معين يعني مثلا أنت تنصب أنت برنامج تظهر لك هاي العلامة معناته أنه هاي العلامة قيمته هي بالأصل 16 واللي هي الكود ما لاته اللي انكتب هو فيجول بايسك كورتيكول الحالة الثانية إذا كانت أو القيمة الثانية عندما تكون الكود هو 32 فالفيجول بايسك كورتيكول هو عبارة عن أرض رمز علامة الاستفام اللي إذا نشوفها هسا ها هنا وتستخدم عندما يطلب النظام معلومات إضافية من المستخدم يعني مثلا أنت دخلت الاسم بس آسان الشح ينطيك مثلا علامة الاستفام أنه لا أوكي دخلي الاسم مثلا الثلاثي أو الرباعي أو انطني مكان سكنك إلى آخره الحالة الثاثة اللي هو إذا كانت القيمة 48 اللي هو وهو عبارة عن عرض رمز علامة التعجب وتستخدم عند حدوث خطأ ويطلب من المستخدم التدخل للتصحيح الـ 64 Visual Basic Information وهو عبارة عن عرض الرمز أنها علامة الاستعلام وتستخدم الإخبار المستخدم بمعلومة تفيد بأن الأمور تسير على ما يرام وأنه كل شيء أوكي قد تم مثلا ترتيبة أيضا عندنا عندنا هنا من نسبة أنه كودات أيضا أخرى تفيدنا هاي الكودات الشيء التالي أحنا مثل قبل شوية قلنا أحنا عندنا أوكي مجموعة كودات من نجموعة ها رح ينطينا رقم مثلا قبل شوية كانت الصفر قيمت مثلا الصفر كان يطيني في الرمز معين اللي هو Visual Basic Only أوكي Only أوكي مثلا شاءت عندي أربعة اللي هو Visual Basic Yes أوكي أنا شوان رح أدمجها شوان حدمجها سوى هاي الكودات الرموز اللي هو 16 Visual Basic Critical 32 Visual Basic Question إلى آخر شوان حدمجها وشوان حطلع الرقم أحنا هنا ستشوفون أيضا عندي مجموعة من المفاتيح وقيمها المتغيرة إذا قلت لموافق شوان قبل شوية من انطيت اسمي وضغطت على أوكي بمعنى آخر أنه أنا ضغطت أنه أنا موافق على العمل اللي أنا صوته فبالتالي انطيت قيمة هنا قيمة هذه القيمة هي عبارة عن واحد مثلا ال cancel قيمة هنا أنا جاءت اثنين report اللي هو توقف هنا قيمة عبارة عن ثلاثة بمعنى آخر هسا إذا أنا ردت ردت لنفرض أسوي فد علامة فد كود معين هذا الكود المعين يربط لما بين visual basic question ومثلا abort توقف القيمة مع visual basic question هي عبارة عن 32 زائدا ثلاثة فرح يمطيني 35 فمن أنا أجي أقرأ كمستخدم أو قيمة 35 مباشرة نشرح أقول هذا هو عبارة عن الثلاثة جايتني من الابورت واللخة جايتني من visual basic question الاغنور اللي هو إيش التجاهل أوكي اللي هو قيمتها خمسة وأيضا عندي yes قيمتها ستة والno اللي هي قيمتها سبعة هذه الجداول وهذه القيم كلها مثل يعني عن ظهر قلب كلها لازم تنحفظ حتى نقدر نجتغلها نطبق على أساسها أوكي لنفرض طلب من عندي إنه أسوي برنامج هذا البرنامج اللي ديرغب به يعني صاحب الشأن إنه أبرمج مفتاح خروج من فت برنامج معين من فت برنامج معين يقول أوكي أريدك تسويلي فت برنامج خروج الصمم إلي بحيث من يضغط المستخدم على إقانة الخروج راح تظهر له فت رسالة هاي الرسالة شو تقول له أنت حقيقة ترغب في الخروج من البرنامج طبعا أكيد كلنا واجهنا مثل هكذا رسائل فهل أنت حقيقة ترغب في الخروج من هذا البرنامج هاي رقم واحد طبعا أكيد من تطلع لك هاي رسالة حيكون إلها خيار أما يس وأما إيش أما نو سين من الممكن أنا أقدر رتبها أكثر من خلال وضع علامة إيش علامة استفهام أوكي خلي خلي مثل ما يقولون الناقشة بيناتنا شو أنا حصير وبعدين نجي نشتغلها طبعا طلب أنا مفروض أتخيلها أتخيل هاي الرسالة راح تخلص طبعا ندربالك أنا ساحتخيل الرسالة أنا بعد ما أكاتب الكود حتخيل الرسالة الرسالة المفروض هذا هي مثلا الرسالة اللي أنا راح تخرج لي هو الشي يقول لي هنا عنوان الرسالة مثل ما قلنا لازم أكو عنوان هو الخروج من البرنامج طبعا هاي الرسالة هنا لاتظهر يعني شون نقول لك إشعار هل حقا ترغب بالخروج طبعا هاي كلها عبارة عن كتابة لازم حكتبها بالداخل وقيم إش قلنا إحنا حيواجهنا خيارين هذا الخيار حيكون أما نو وأما إيش ما يس وأيضا أقدر أرتبها أكتر يعني من تعلمت هاي الكودات اللي هو أنا شنو عندي علامة استفهام هذا الشي اللي أنا متخيلة هسا من خلال هذا يعني بيعط طلاب ترى يجيكم هاي شي سؤال أنا أمطيكم هذا الشكل وقل لك اكتب الكود فسا أوكي على هذا الحاجي يجب أن أجي أتخيل وأجي أشتغله تذكرون كل الزيان إن هنالا القيم شقيت هاي القيم كانت أربعة من أحد الجداول صح لا أو لا وهنالا شقيت قيمتها كانت قيمتها 32 أوكي أوكي هسا أكتب لي الكود اللي يسمح لي هذا الشكل طبعا هذا الشكل هل هو ميسج لو أموت بوكس على كيف نخلي نفكر طبعا أكيد هو ميسج إن هذا رسالة تخرج لأموت بوكس هو عملية إدخال إدخال لصناديق هذا ميسج ليظهر لي فإذا من أجي أيضا أشتغل حقول أوكي بس هذا الميسج هذا الميسج يحتاج تفاعل أنا عندي مباشرة مثلا يكتب لأوكي أو تم مثل ما نقول والميسج الثاني لا يحتاج تفاعل بيس ونو وبفد يعني نوع من أنواع التفاعل ما بين المستخدم والحاسبة فبالتالي شح يصير لمدام أكو تفاعل أي تفاعلنا وأنه هو ميسج فهو ميسج بوكس راح تكتبير توكوتيشن أجي أكتب أول وحدة هل ترج حقا بالخروج هل هاية أوكي ونحن نجي هنانا أحنا نجقلنا هنانا الأزرار والقيمة هنا نجقل الأزرار والقيمة طلاب هذا الزر عندي ثمية وتلاثين وهنانا عندي القيم اللي هي أربعة فش قدي يصير عبارة عن ستة وتلاثين نجي هسا هل يعني نكمل الخروج من البرنامج اللي موجودة هياتها أوكي أسد القوس الكبير هسا طلاب هذا الشي راح أجي وين أطبقه راح أطبقه على برنامج الفيجول بايسيك هش أحتاج أحتاج فقط كماند بهذا الكوماند نقدر هنا نقدر نكتب يعني الخروج مثلا أوكي الخروج من البرنامج طبعا مثل ما تعلمنا قبل نقدر نتلاعب الحجم من هنا نتلاعب باللون وبالخلفية مالتو إلى آخره حتى نكبر حجم الخط أوكي حسنا نجي double click حندخل هنا حتى أجي أكتب الكود شوف طلاب هسا أوكي راح أكتب الكود اللي آنس قلت عليه فال أي أوكي تساوي هنا المسج بوكس أوكي شي ساوي المسج بوكس حسب الترتيب مالتنا يقول أفتح قوس كبير توكوتيشن نجي هسا نكتب اللغة العربية هل ترغب بالخروج حقا هل ترغب بالخروج حقا أوكي أوكي نسد توكوتيشن الفارزة هسا هنخلي قيمة الأزرار اللي هي 36 وعرفنا اليش لأن اليس وأنه 4 وعلامة التعجب هي الكود 32 فصار حاصل جمعهم هو وجهة 36 أيضا هنخلي هنا الفارزة نكمل توكوتيشن نحول اللغة العربية الخروج من البرنامج من البرنامج أوكي انسد انسد هذا ثم انسد هذا هنحاول نطبق بس انتبو علي حسوفت شغلة بس هي مو خطأ بس اكو مثل ما نسميه احنا نقص بالكود انتبه علي هسا انا اش قلت له قلت له هل تلغى بالخرج بالمرنامج حقا الى اخر ما عندي لحد انا اي مشكلة صح له لا طلاب هسا قلت له نو اوكي هسا حقول له يس بس المفروض يخرج انتبو علي اذا هل هو خطأ لا هو مو خطأ انا كتبت هسا الكود الرسمي للرسالة بس هسا لازم اكتب كود التنفيذ لعملية ايش الخروج افتهمتو هو مو خطأ وانما هو هنا لازم نكمل كتابة كود لاني نو اوكي هو اكيد ما راح يخرج هندا اقول له بس هو المفروض من اضغط على الياس راح يخرج اذا اكو ايش اذا اوكي نرجع انا سا مثل ما قلت انا هذا السطر لكتابته هو فقط كتابة كود الرسالة اللي راح تخرج هسا راح اكتب كود خروج من البرنامج طبعا احنا ندري بما انه قاني سوتي هنا الشرط نتابه طبعا سوى الشرط من قلت هو لو يس لو نو اذا انا اش راح استخدم راح استخدم الاف اللي الان هنا اشترطت بس لازم اشترط في الترتيب انه هاي الاي اللي هو هذا المتغير هذا المتغير اللي هو ستة مزيد اوكي من هي الستة من هي الستة خلي نكمل ذي اوكي انتر اهنان بما انه استخدمت اف وهاي طبعا الجملة الاولى او النوع الاول لازم ايش استخدم استخدم انه انهي العملية ومن ثم اكيد الاند اف حتى انهيها اند اف بس نتذكر كفة شغلة اللي هي هاي الستة من هي نرجع شوية على الكود اللي قبل شوية اللي قلينا هن خلي نرجع صور الكود هنا حتى يتقبل ويشتغل الكود باعش قد يس نعم نعم انا اريد اغلقه اريد اغلق هذا البرنامج فلهذا خليت قيمة اش قد خليت قيمة ستة اوكي نجي نحاول نطبق خلي نشوف هنا اكيد ما راح يخرج اما الياس فهو خرج نمين من البرنامج نهائيا هذا بالنسبة للمثال رقم اثنين طلاب راح نحاول نحل مثال سابق في محاضرة السابقة نتذكر المثال اللي هو كان يتعلق قيمة رينولد المطلوب عمل برنامج لحساب رقم رينولد بالاعتماد على ادخال قيمة الكفافة والسرعة والقطر والزوجة بس هالمرة ما راح ادخلها من خلال تيكست لا هو ما رايز يجي من خلال صناديق الادخال اللي هي الامبوت بوكس حيث يعطينا البرنامج حالة الجريام باستخدام المسج بوكس إذن لحظة إذن هنانا أنا بعد مراح أستخدم يعني مراح أبدي بعد أستخدم أي تيكست ولا لابل وإنما أريد من عندي أنه أستخدم إيش أمبوت بوكس ومسج بوكس الأمبوت بوكس حتى أقوم بإدخال قيم الكثافة والسرعة والقطر واللزوجة والمسج بوكس حتى تطلع لي الناتج فبعنقوس هنا ما عندي أي تصميم كل التصميم اللي موجود عندي هو فقط عبارة عن إيش عبارة عن الكوماند وهنانا راح أكتب مثلا خلنا نقول احتساب قيمة ريناوت أوكي راح أجي أفتح double click حتى أجي أكتب الكود هنا بالمثال اللي هو نفسه في المحاضرة السابقة أنا أوكي عندي تكست 1 و 2 و 3 و 4 كنت أدخل قيم الكثافة والسرعة والقطر واخلص وما عندي مشكلة هنا لازم أدخلها من خلال ما يعرف بالأمبوت بوكس فبالتالي إذن لازم أجي أكتب رسائل اللي هي بالنسبة الأمبوت بوكس فمثال خلي نقول اليو تساوينا إهنا أنا شرح أصير الأمبوت بوكس أوكي أمبوت بوكس شي ساوينا طلابي أفتح قوس أوكي two quotations راح أختصرها فراح أكتب فقط السرعة أوكي كمنا أول أول واحد واختصرنا حتى الكود نجي على الثاني اللي هو راح ندخل قطر الأنبوب فبالتالي حيكون الد تساوينا أيضا أمبوت بوكس أمبوت بوكس أفتح قوس two quotations ومن ثم شرح أقول قطر الأنبوب two quotations ومن ثم نغلق نكمل اللي بعد اللي بعد اللي هو ال-p اللي هو هندخل الكثافة فهنان ال-p أيضا تساوينا آسف هنا p أيضا هتساوينا اللي هو المباشرة نقدر حتى نختصر الوقت طب احنا نطعني خطأ لي بار غير مفروض عن ما تركي بس احنا متل ما قلنا ف copy نجي هنانا شرح نخلي بدار القطر اوكي رح نقول الكثافة هتكون الكثافة هس وراها شرح نحاول نسوي رح نسوي بالنسبة ل الزوجة رح نعتبرها انه هي m m تساوينا أيضا on put box شي ساوينا طبعا افتح قوس كبير هفتح to cutation اوكي ورا to cutation رح نخلي اللزوجة اوكي نسد هذا ونسد هذا هسا انا الخطوة اللي سوتها لحد هاللحظة فقط قمت بعملية ادخال قيم الكثافة والسرعة والقطر واللزوجة من خلال ال on put box بس لحد الان المنطقة يحسبها ورما عملية الادخال راح اكتب البرنامج فاذا رينولد رينولد number شو راح يساوي لي كقالون نتذكره هو عبارة هو عبارة السرعة مضروبا في اوكي اش ال d اللي هي قطر الانبوف مضروبا في ال p اوكي مقسوما على ال m مقسوم على ال m اوكي ال m وما كملنا هس لازم اسوي فد فد عملية يعني مقارنة اذا كان رينولد number اصغر من 2000 then اذا طلع لي نوع الانسياب اللي هو انسيابي واذا كان غير ذلك فاذا اش راح يمطيني مضطرب اذا هنا اش كم حالة عندي هنا عندي حالتين فاذا رازم استخدم ال f بس ايا حالة اللي هي if then else فبالتالي اش راح يصير if رينولد re ايش اصغر من اش قد 2000 then شا حيصير عندي انطيني message حيقول اوكي انطيني message box هاي المسج بوكس اش تقولي بانه هذا الجريان هو عبارة عن جريان انسيابي فلهذا مباشرة اهنان راح نسوي هدا راح نسوي to quotation شاح يكون انسيابي اوكي dot ايش صفر قيمة صفر لاني ماذا اريد انه يتجاوب ويايا ماذا يتجاوب المستخدم ماذا يتجاوب بس اذا يعرف اهنان هنقول حتى يفهم هذا شنو البرنامج هذا البرنامج هو عبارة عن حساب رقام رينولد اوكي فنسد منا نسد منا to quotation نجي في حالة ما كان اقل من الفين ايش رح 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 يصير حيصير اذا else هاي الاس الشي رح ينطيني ايضا رح ينطيني الماسج بوكس بس هالمرة الماسج بوكس الشي رح تقول لي هتقول لي انه مضطرب ومن ثم اوكي ايضا رح ننطي صفر لان ما اي تفاعل ما اي فالنتيج المعينة تطلع لي رح نقول ايضا حساب رقام رينولد اوكي لازم ولا بنكمل هذا شي لازم بيشن هي ان اف اوكي اوصف هنا باللغة العربية اشتركوا في القناة